السلام عليكم اليوم رحنا لمنطقة ما يسمى جنال سفاري جنال سفاري هذا منطقة جاية في الغرب بلدي برخادم انتقع بعض الترقيات العقارية من احسن الترقيات العقارية اللي تعملت في الجزائر ومنها ترقيات سوليم رزيدانس والرزيدانس بالكولين وكان بعض الرزيدانس اخرين وهنا رانا نشوف رانا امام رزيدانس سوليم ما نتكلمش على اصحابها لاني ما هذه الفيديوهات تعيه ما عنداش طبع تجاري ما نتكلمش على اصحابها ولا على الجانب التجاري انتحها المهم نتكلم على الجانب المعماري ننتعى هذا الحمليات ننتعى التعمير يعني التعمير وهذا ما اللي همني انا المهم هنا انا رانا امام جمع رزيدانس السوليم وهذه رزيدانس تعتبر من ارواع رزيدانس اللي شفتها هنا ايا وهنا نشوف براها قريب تتكتامل وهنا راني حاولت ندخل الباركينج تال رزيدانس قلت ندير هانيا في الهبال كالعادة ونصدم لكن العساس تعل الارزيدانس رجعني قال لي هذي رزيدانس سيرفيي وما لازمش تدخل تدخل بدون ما ينفيديك واحد المهم عاود ترجعت وكان يعني رزيدانس هذي شابة يعني المهم نواصل التعليق من هنا هنا حاجة لاحظتها هي انه ورغم ان الشعب خواص قادرت تطور في العمران وتبني وتطلع لكن الجامعات المحلية والدولة مش قادرت واكب العملية التعمير من ناحية تطور الطرقات والارصفة والتهيئة الخارجية ومنها نشوف بلي ان التهيئة في هاد المكان تعتبر ما زالها ما يشتواكب العملية التعمير وهنا ندخل نشوف هنايا رزيدانس بيل كولين هنايا ونشوف باللي الطريقة هنايا ما زال ما ما تخدمتش وان شاء الله يتكون فيها الطريقة يعني في المستقبل القريب وتكون مزدوجة وتكون اماكن لركن السيارات وعملية التشجير على حواف الطرق يعني مدى بينا تكون الامور تتحسن على حسب المشاريع هذه وكذلك هنا نروح ونشوف هناك المسجد ما شاء الله رح في طريق الانجاز وهذا شيء مليح وكذلك الذين نروح وكان هنا ثاني كمجمع الساكاني يعتبر منعازل يعتبر منعازل من ناحية الطرق اللي باش توصل لهذاك المجمع الساكاني هنا ندخل في المجمع هادك ونشوف باللي فيها التشجير وهذا يعتبر المجمع هذا اقدم من ناحية الوقت عن 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 هذه الترقيات العقارية اللي شفناها وهنا نشوف كأن هنا تقي عقارية اخرى رهي اللي هنا في المقابل تظهر وراح نروح لها يعني نقترب منها ونشوفها هنا ارى انا في هذا المجمع الساكاني ونشوف بلي فيها بعض الاشجار مبنية وكذا لكن الطريق مهترية وكل عادة غيب مفيش حتى مساحة خضراء هنا مع معادة هاد الاشجار اللي راهي تمد كياغريمونت يعني المكان تمد له قيمة جمالية وهنا نشوف العمارات في المقابل هنا ترقيه هنا ترقيه عقارية من نفس النوع انتاع لسولام ريزيدونس هذيك وهنا نعود نرجع لله نشوف هذا المجمع الساكاني واللاحظ تهرئة الطرق يعني بدق دقائق ايتيك و يعني النمط العماراني انتاع المكان هنا يعتبر مقبول مقبول نحن نرجع نرجع الى ادراجينا نحن 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 نح اليوم رانا في يوم جمعة وراهي حوالي ساعة الرابعة مساء نشوف غياب الحارة كانتال ما كشف الزاف الناس وهنا هذي هذي نعود نرجع للطرقية العقارية الابيل كولين الروضة الجميلة او الربوة الجميلة نشوف عملية البناء هذه خاصة يعني البناء جيد جدا وعملية تغليف ليس تغليف الحرش تيروليان يعني هنا تحت مقدوم بالسيراميك وهنا بألواف هنا تعال أغلوميري وهنا وهنا الريزيدونس سولام ونقول لنا نفس التعليق هنا الأرضية وطرقات غير صارحة هنا طريق مقدوم حتى ولو ضيق يعتبر ضيق طريق هذا بالنسبة للمشاريع المستقبلية وهذا المنطقة كلها تقرر تخصيصها لترقيات العقارية هنا نفس الشي ترقيه هذه أخرى نشوف بلكين طرق خدمة هذه الدولة لكن تعتبر ضيقة ماهو مقاو والبنايات فيها انا نلاحظ هذو الكليماتيزار دارينهم على بره وشي هذا شي يعني مقرف كان الاجدر حتى لو يعني انداروا مع الانكوربوري في البناء من قبل من الاول لكن حتى لو ما داروهم في الاول وحبوا يعني بعد نهاية البناء يزيدوا هذو الكليماتيزار كان ممكن يديروا انكولون مونطنت هكذا ويكون فيها انقان كشغل انقان مونطنت ويكونوا كما نقول احنا يا يديرهم الداخل وديرهم تغيطاء خارجي حيث ما يبنش الكليماتيزار يديروا انقري يديروا انقري يديروا انكولون يديروا انكولون كي طلعا بس قاعدة البالكون يعني على طول العمارة وعلى كل مستوى كل اه يخرجوا الكليماتيزار هذا كي يديروا في الكولون ويكون غيطاء انقري يجي من فوق للتحت وتغطي كليماتيزار لكن المهم هنا عندنا طريق مخدوم يعني رغم ذيقه وعندنا بعض الطرقات كان الاوعية العقارية تتخلق ويكون فيها هناك الاراضي كلها مخصصة للبنايات لسحاب طرقيات العقارية هنا نشوف ان هذه البنايات تعطي منظر جميل وخلونا خليكم تتصوروا لكي تديروا الحي هذا يكتامل كله وتكون فيها عمارات مختلفة ماشي عن نفس النامط نفس العمارة معاودة هنا توليه كل العمارة وعندها شكلها نفس الشي اللي موجود الاحاليين في وهران ويكون فيها فيديو ان شاء الله يعطينا التفصيل من فوق بالخرائط بتاع جوجل وين تظهر كل الترقيات العقالية والاراضي هذه والطرق اللي شفناها ونعرف افضل نزيد ندعم التفسير هذا خرائط جوجل باش مشاهد يعرف مليح الشي اللي راه يجري في منطقة جنان السفاري غرب بلدي تبير خادم والسلام عليكم اشتركوا في القناة